بتأكيد الحديث الأبرز في الوقت الحالي هو مباراة الأهل والترجي في نهاية دولة أبطال أفريقية يوم السبت إن شاء الله بكرة الفريق بيسافر بإذن الله مباراة دي شايفها إزاي بشكل عام بحي نتكلم تفصيلا مباراة نهائية مباراة صعبة طبعا بكل المقييس بتلعب فريق كبير بره ملعبك ضد جمهور مش عايزة تطرق لقصة التحكيم لأن احنا برضو عارفين قصة التحكيم في أفريقيا ما هياش ماشية بالشكل اللي يليق ببطولة كبيرة زي بطولة دولة أبطال أفريقيا انت ألقى من التحكيم في المباراة دي؟ أنا بقى ألقى من التحكيم في كل مباراة أفريقيا كلها وخصوصا المباراة اللي خارج ملعبك مش تقليل من التحكيم ولا أي حاجة بس فيه أوقات كتيرة جدا يعني مش عايزة أقول الحكة أن بيبقى قاصد بس فيه أوقات كتيرة جدا بيتحطوا حكام في مباراة كبيرة مش مش على المستوى بتاعت المباراة ده اللي ممكن يقلق الواحد يعني ضغوط في حكام كتيرة جدا ما بتستحملش الضغوط ضغوط جماهيرية ضغوط بحجم مباراة أهلي وترجي في ريتين كبار جدا بيلعبوا في فاينال دي حاجات يعني خلينا واقعيين حاجات كلها ما تخليك برضو ما أنتش رايح وانت متطب إنما مباراة مباراة صعبة مش عايزة أتكلم زي الناس اللي بتتكلم وبتقول المبارايات دي يعني تكسب ولا تلعب لو أنت بتلعبش كويس مش هتكسب فلا يعني أنا شايف أنها إن شاء الله يعني الواحد بيتمنى أنها تبقى مباراة تليق باسم الفريقين النادي الأهلي يعمل نتيجة إيجابية بحيث أنها تسهل عليه الأمور إن شاء الله في المباراة العودة اللي تابعنا في القاهرة اشتركوا في القناة